ترجمة نانسي قنقر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كلمة مملكة البحرين لتكون بمثابة خارطة طريق لدول العالم أجمع للتوجه نحو السلام ولتعكس أيضا روح المسؤولية وتعبر بذلك الحدود لتصل اليوم من خلال أروقة الأمم المتحدة إلى كافة دول العالم إن مضامن كلمة مملكة البحرين دليل على حرص المملكة الدؤوب على الروح المستمرة في العمل الجماعي والحاجة إلى استقرار دول المنطقة كافة دون استثناء ومواصلة جهود نشر السلام والتعايش والتسامح والحوار بين دول وشعوب العالم كافة هذه الرؤى الاستراتيجية التي شددت مملكة البحرين عليها خلال اجتماعات الجمعية العامة أتت ترجمة للنهج الثابت لرؤية جلالة الملك المعظم أيده الله في الاحترام المتبادل للإنسانية المشتركة وعلى أسس استدامة التناغم العالمي بين الدول والشعوب البحرين وفي السياق نفسه حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة المملكة على تجديد الدعوة التي أطلقها جلالة الملك المعظم أيده الله في قمة البحرين لمختلف الدول من أجل عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط والتي من شأنها أن تحقق الأهداف الإنسانية النبيلة وتؤسس لمرحلة من البناء والتقدم للدول والقضية الفلسطينية لطالما كانت في مقدمة القضايا التي أولت مملكة البحرين اهتماما بالقا بها وعلى مر التاريخ لذلك شددت كلمة المملكة في هذا المحفل الدولي الهام على الضرورة الفورية لتبني مسار موثوق لا رجعة فيه لقيام دولة فلسطينية مستقلة لتحقيق سلام شامل ودائم يضمن الأمن والازدهار أما الحوار والسلام فقد أكدت كلمة المملكة دعمها بقوة للتعددية والتنوع الثقافي إلى جانب إصرارها على تجديد السلام كونه الركيزة الأساسية التي يبنى عليها الازدهار الجماعي والأمل المستدام والتي تبدأ من الإرادة والاتحاد من مختلف الدول تجاه هذه الأهداف النبيلة وإصلاح منظمة الأمم المتحدة هو الطريق الذي يواكب التطلعات المستقبلية لكافة الدول ويواجه التحديات الراهنة والمستقبلية وفي السياق نفسه عبرت مملكة البحرين عن التزامها التام في دعم المنظمة والمجتمع الدولي عبر كافة مشاركاتها وفي كل المحافل ومن هنا تسعى المملكة لنقل نجاحاتها وتجاربها الرائدة والمسجلة تاريخيا والتي دائما ما كان فيها المواطن البحريني محورا أساسيا لجميع برامج التنمية الوطنية وكانت له الأولوية لتحقيق الازدهار والنمو ووفقا لما تقدمت به مملكة البحرين تأتي ضرورة اتحاد جميع الدول في العالم لتتلاقى حول الرؤى والأفكار البناء لتنفيذ الالتزامات الطموحة التي حددها إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وميثاق المستقبل ترجمة نانسي قنقر